لو الحكاية فيها إنا فيديو النهاردة الخميس 11 مارس والنهاردة الأمر موجود في برج الدالو لغاية الساعة 5 إلى 4 المغرب عندنا كمان أورانوس في برج التور والمريخ في الجوزاء وبلوتو في الجادي وعتارد والمشتري وزحل في الدالو وفينوس والشمس ونيبتون في الحوت خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ ببرج الحمل موليد الحمل النهاردة عندكم الأمر موجود أو مزال موجود في منزل الأصدقاء وعندكم يوم مناسب للخروج وللانطلاق مع الأصحاب ممكن تحصلوا بسهولة على دعم من أصدقاء مخلصين كمان في الشغل من السهل تحصلوا على دعم الزملاء أو رؤساء العمل وعندكم قدرة في الشغل إنكم تعملوا تنمية لأعمالكم أو مشارعكم نروح بعد كده البرج التور موليد برج التور النهاردة للأسف ما زال الأمر في وضع معاكس فمهم جدا تنظموا جهدكم وأولوياتكم وتتحكموا في عصبيتكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم نروح بعد كده البرج الجوزاء وموليد الجوزاء النهاردة الأمر عندكم في منزل الحظ وده بيديكم فرصة تحققوا مكاسب وتقدروا تنظموا حياتكم وأعمالكم بصورة أفضل النهاردة ما زال عندكم يوم مناسب لو عايزين تعملوا انترفيو مع جهات خارجية أو تعملوا اتفاقات مع جهات خارجية نروح بعد كده البرج السرطان وموليد السرطان النهاردة عندكم الأمر في منزل المدخرات بيديكم يوم هاي للبيع والشرع وتعرفوا تخططه حلوة لزيادة أملاك أو مدخرات وكمان تعرفوا تخططه كويس لشغلكم والمستقبلكم نروح بعد كده البرج الأسد وموليد الأسد النهاردة عندكم الأمر في مواجهة برجكم بيخليكم تميلوا للعصبية فضروري تتحكموا في عصبيتكم في تعاملكم مع شركاء الحياة أو مع الناس اللي حواليكم ما تستعجلوش حاجة في الشغل بالذات ادرسوا كويس كل خطوة انتوا مقدمين عليها ما تتصرعوش في توقيع أوراق أو عقود كمان في الفلوس مهم جدا ما تتصرعوش في أي قرارات مالية وفي الحركة وفي السواء مطلوب من كد تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم نروح بعد كده البرج العزراء وموليد العزراء النهاردة عندكم الأمر في منزل الصحة الإيجابي ومنزل العمل الإيجابي وده بيديكم نشاط وطاقة وتقدروا تنجزوا شغلكم على أكمل وجه وعندكم إسرار بيخليكم توصلوا لأهدافكم وتعرفوا تنظموا جهدكم وتوظفوها في اتجاه سليم نروح بعد كده البرج الميزان وموليد الميزان النهاردة عندكم الأمر مازال في منزل الحب وده بيديكم طاقة عاطفية بتساعدكم تهتموا بالشخص اللي بتحبوه ممكن تقدوا أوقات حلوة وتحصلوا على اهتمام الطرف الآخر بيكم وفي الشغل كمان عندكم حماس وطاقة في إنجاز الشغل وتكونوا موفقين في شغلكم فلو عايزين تاخدوا مواعيد مهمة ده يوم مناسب لأي لقاءات مهنية كمان عندكم فرصة تحصلوا على التأدير لكل عمل بتقوموا به نروح بعد كده البرج العقرب وموليد العقرب النهاردة عندكم الأمر في وضع معاكس ممكن يعني يخليكوا تميلوا للتشاؤم أو لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة فحاولوا تقوموا أي مشاعر سلبية عشان تعرفوا تستمتعوا بالوقت الحاضر ومهم ما تدخلوش في أي جدال أو نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الأهل والقرائب والأصحاب نروح بعد كده البرج الكوس وموليد الكوس النهاردة عندكم الأمر في منزل العلاقات بيديكم لباقة وديبلوماسية ويقظة ذهنية وسرعة بديها وتعرفوا توظفوا مواهبكم حلو وتعرفوا تبرزوا مواهبكم فهو بالتالي يوم مناسب لو عايزين تعملوا انتروفيو في شغل أو لقاء مهني مهم عندكم قدر أن تبهروا الناس اللي حواليكم بمواهبكم وبجهودكم وكمان تعرفوا تتفاوضوا كويس على حقوقكم نروح بعد كده البرج الجدي وموليد الجدي النهاردة عندكم الأمر في المنزل التاني ده بيخلي تركيزكم أقل فحاولوا تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم حاولوا تنظموا أفكاركم وحاولوا تضعف وتركيزكم في الفلوس وفي الشغل يعني في حساباتكم راجعوا كويس حساباتكم عشان ما تقعوش برضو في أخطاء تتسبب ليكم في خسائر نروح بعد كده لبرج الدلو وموليد الدلو النهاردة عندكم الأمر ما زال موجود في برجكم لغاية الساعة خمسة إلى ربع المغرب وده بيديكم سحر وجاذبية وبيساعدكم توصلوا لأهدافكم عندكم ثقة بالنفس وتعرفوا تتحركوا بشجاعة وبجرأة وتقدروا توصلوا لأهدافكم وتحققوا طموحاتكم نروح بعد كده لبرج الحوت وموليد الحوت النهاردة عندكم الأمر في منزل الصحة السلبي ده بيخلي تاقدكم أقل فمهم جدا تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش تاقدكم في شيء ملوش لازمة مهم كمان بلاش تبلغوا في انفعلاتكم واشتغلوا كل حاجة في سرية وكتمان وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة